حيث نتابع فيه اعتقال الضابط اللبناني المكلف بجهاز حماية الأداب العامة بتهمة إدارة شبكة دعارة مصادر إعلامية لبنانية قالت إنه ألقي القبض على الضابط الكبير المسؤول عن حماية الأداب العامة وجهاز مكافحة الدعارة لتورطه في إدارة شبكة دعارة المصادر إعلامية في فضائية LBC اللبنانية وإذاعة صوت لبنان قالت إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت العقيد شوني حداد رئيس مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الأداب لشبهة إدارته شبكة دعارة أرحب مرة أخرى بضيفي هنا في الستوديو دكتور أحمد عجاج هل هناك حيثيات كافية على الأقل لتوجيه اتهام لهذا الرجل المسؤول عن جهاز مكافحة الدعارة بالتورط بإدارة شبكة الدعارة يعني من الناحية القانونية نقول أن كل ما قيل عنه أنه اعتقل للإشتباه به أي أنه لم توجه له تهمة رسمية بعد وبالتالي يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلى هذا لكن هناك في لبنان أزمة كبرى وهي عدم وسوق الناس بالمؤسسات الرسمية يعني عندك أنت في شعبة مراقبة الإنترنت والتجسس كانت هناك عقيد أيضا أخرى سوزان الحاج وهي لفقة تهمة لعيتاني الممثل واتهمته بالتعامل مع إسرائيل وهي كلها تهمة ملفقة وهي الآن معتقلة خرجة من الاعتقال لكنها قيد الملاحقة القضائية طيب هناك يعني غياب الثقة في المؤسسات في لبنان وهناك نوع من أنا سمي الخواء الرقابي داخل المؤسسات الرسمية في لبنان معي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني عامر معروف من بيروت أرحب بك سيد عامر معروف الشارع اللبناني كيف كان انطباعه تجاه هذه القضية مرة أخرى نؤكد بأنه ما زال هنا الاتهامات هي لم تثبت حتى الآن على ذلك الرجل نعم يعني دائما الشارع اللبناني ينقسم على نفسه إذا أي قضية تطرح لسيهم إذا كانت قضية جدلية أعتقد بأن الموضوع هو مثير للجبل من عدة نواحي هل القضايا دائما في لبنان تخطع لضغوطات سياسية هل القضية ملصقة أم هناك أيضا خيوط أخرى حولها فبالتالي علامات الاستفهام هي التي تدور في أذهان اللبنانيين عامة هنا في لبنان طيب الآن هذا يطرح التساؤل على مؤسسات الدولة اللبنانية ما مدى مهنية هذه المؤسسات مصداقية هذه المؤسسات في الملفات التي تتحملها البعض يقول أنه إذا كان حميها حرميها فكيف سنثق في الدولة علينا أن نميز أخي الكريم بين أمرين بين كفاءة الأفراد والأجهزة الأمنية وبين ما يمارس على هذه الأجهزة من ضغوطات وأيضا نقطة إضافية على الفساد الذي يستشري في بعض مفاصل هذه المؤسسات في لبنان هناك أجهزة أمنية يرفع لها الرأس وأيضا لها إنجازات عديدة في العديد من الإنجازات الأمنية وأيضا إنجازات كشف شبكات تجسس للعدو الإسرائيلي وأيضا هناك إخفاقات عديدة هناك كما قال ضيفكم في السيديو قضية تلفيق الطهمة للممثل عيتاني من قبل يبدو أن أحد يريد تمرير هذه المعلومة على كل حال تفضل حدث تشويش في الخط هل هذا الشكل من الفضائح ألا يطرح تساؤل عن البعد الأخلاقي أيضا في هذه المؤسسات نفسها يعني هل مثل هذه المؤسسة والجهاز بالأساس تعتقد بأنه كان موجود وضروري في المجتمع اللبناني؟ أعتقد هناك أزم الثقاء الآن حاليا بين اللبنانيين وكافة الأجهزة الأمنية مردها الفضائح التي تتوالى بين فينة وأخرى وأيضا الملاحقات التي تتم على كل من يدي رأيه على شبكات التواصل الاجتماعي أيضا هذا يرسم علامات استثام على مدى تدخل أساسة بحرية اللبنانيين وأيضا بمحاولة تكميم أسواهم ومنعهم من إدلاء رأيهم على رغم من أن اللبنان يعني معروف بأنه بلد الحريات كما يقولون وبلد الديمقراطية وأنا أعود إلى مقاله ربما الرئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص في فترة معينة عندما قال بأن في لبنان كثير من الحرية وقليل من الديمقراطية شكرا لك عامر معروف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني ختاما هذه المسئولية الأخلاقية لبعض المؤسسات هل تعتقد بأنها هي دور الدولة أن تضع ناس يراقبون على هذه المسائل بحيث أن الأزمة في مثل هذه المجتمعات يبدو أنها ليست في مكانها المجتمع يجب أن يكون محمي أخلاقيا يعني أنا أعتبر هناك خلل قبير في منظومة القيم الأخلاقية في لبنان يعني في لبنان هناك أزمة أخلاقية وهو أن المولجون بقيادة البلد الساسة هم نفسهم توجه لهم أصابع الاتهام وهم نفسهم توجه لهم أصابع الانحياز والتدخل في ملفات كثيرة وحماية الفاسدين وبالتالي أصبحت هناك نوع من الخلل داخل المؤسسات أي أن المؤسسات الرقابة هي أصبا أصيبت بهذا الخلل وبالتالي هناك نوع أيضا في لبنان من القبول لدى الناس أنه لا أحد يسأل عن منصدر هذه الأموال يعني إذا برز شخص بوظف عادي وأصبح لديه الأموال كذا لا في من أين لك هذا نعم فالناس ينتقدره وتقول له أنه عظيم واستطاعه وشطاره وبرافو عليه وبالتالي هذه المنظومة الأخلاقية يعني لم تعد موجودة وهناك أنا ما أعتقده مهم جدا أنه للإصلاح لابد لك من منظومة أخلاقية يؤمن بها الناس ولا كذلك من مؤسسات تحمي هذه المنظومة الأخلاقية الحقيقة المنظومة الأخلاقية لديها عطب والمؤسسات لديها عطب ونحن في أزمة كبرى في لبنان والله يستر شكرا جزيلا لك أكبر أحمد عجاج الكاتب والمحلل السياسي